هنأ سيادة المطران خريستوفرس عطالة مطران الروم الأرثوذوكس بعمان كافة المؤمنين المسيحيين في الأردن والعالم بعيد رقاد وانتقال أمنا العذراء الفائقة القداسة إلى السماء متمنيا سيادته للجميع عيدا مباركا مليئا بالنعمة والقداسة في حياتنا وفي أسرنا ومجتمعاتنا وقال في حديث خص به فضائية نورسات نحن محتاجون أن نبرز أمنا العذراء كفدوة لنا ولأبنائنا نبرز تواضعها ومحبتها والفضائل الموجودة فيها داعيا المؤمنين إلى الرجاحة في فكرهم والحشمة في لباسهم خاصة عند حضورهم إلى الكنائس للصلاة والاحتفال بالأعياد الدينية كمحث الجميع لأن يعيشوا حياة طليق في مسيحيتهم المليئة بالقداسة والنعمة والبركة مذكرا سيادته المؤمنين أن أمنا والدة الإله ستكون معنا في هذا الحدث السعيد حين هيأت نفسها للانتقال والمغادرة من العالم الأرضي إلى العالم السماوي لقيامة الرب والمخلص يسوع المسيح وشرح سيادة المطران خريستوفروس اللحظات المؤثرة حين كان الرسل والملائكة والبشر كلهم يمشون في شوارع القدس يودعون جثمان أمنا الطاهرة قبل انتقاله بالجسد من القبر إلى السماء أبنائي أدي الجميلة هاي الأيام في داخل شهر آب من الصيف اللي فيها كل قلب مؤمن مسيحي بكرم أمنا الفائقة القداسة والدة الإله بعيد رقادها وانتقالها للسماء بهذا العيد اللي نحن فيه منعيش حدث كتير مهم بحياة أمنا الفائقة القداسة اللي أكدت في هذا الحدث إنها راح تكون معنا وهذا تم من خلال الملاك اللي أتى حتى يخبرها ويبشرها بإنها راح تنتقل من هاي الحياة وهون هي تركت جبل الزيتون اللي كانت موجودة فيه لما استلمت هاي الرسالة من الملاك وذهبت لبيت الحبيب يحنى اللي كان مقرها في القدس في جبل سهيون وغاد هيئت كل شي للرقاد ما أجمل هاي اللحظات وقدش خشوعية أبنائي لما العذرة بنفسها دخلت للبيت حدرت سريلها اللي عليه راح ترقد حدرت الشراشخ وحدرت الفطاء الرح تتغطى فيه لجنازتها هيئت كل إشي لانتقالها من هذا العالم للحياة الأبدية وكأنها بدأت تحكي لنا هاي مغادرتنا من هذا العالم الأرضي للعالم السماوي ما هي غير انتقال وعبور عشان هيك أكدت لنا من خلال حياتها وانتقالها كمان لقيامة الرب والمخلص يسوع المسيح ينبوع الحياة أبنائي وقتها طلبت العذرة أنه يجتمع الرسل من كل أقطار العالم وحقيقة اجتمعوا في بيتها في طريقة عجائبية سحابة جابت الرسل كلهم من كل أنحاء العالم واجتمعوا وقتها العذرة خبرتهم أنه هي أجامعات انتقالها من هاي الأرض إلى السماوة هون فجأة في البيت اللي العذرة طلعت بنفسها على السرير وحضرت واستعدت بموجب طلبها حتى ييجي ابنها ويستلم روحها في هاي اللحظات المكان كله اتعبى من رائحة طيب وبخور وفجأة ضاء نور عظيم وحضر الربو المخلص يسوع المسيح حتى يستلم روح والدته بيده بموجب طلب والدة الإله وهيك تم انتقال أمنى الفائقة القداسة وهيك الرسل أخذوا جثمانها ونقلوا من جبل سهيون لبستان الجسمانية اللي كان قبر والديها يؤكي محنة هناك وهي طلبت كمان تنتفن هناك في المكان اللي فيه جبل الزيتون اللي فيه في قاع جبل الزيتون اللي مكان اللي وقتها آخر مرة شافت بناظريها ابنها الربو المخلص صوعد للسماء الرسل الأطهار مشوا بشوارع القدس وكانت الملائكة مع البشر كلهم بودع جثمان أمنى الفائقة القداسة وضعوها في القبر ولكن السحابة ما كانت تومى موجود أجى بعد ثلاثة أيام وأراد أنه ينفتح القبر حتى هو يزور جثمان أمنى الفائقة القداسة ولكن لما انفتح القبر ما وجدوا جثمان العذرة والعذرة ظهرت لتومى أعطته زنارها لأنه باقي ثيابها كانت موجودة في القبر وباقي الزنار الزنار أعطته للرسول تومى وأكدت له لإله وللرسل ولإلنا ولكل العالم إنها انتقلت بالجسد للسماء هذا الجسد القبل الإله لتسعة أشهر في داخله ما كان يمكن إنه الفساد يوكله ولكن انتقلت أشاء الله الرب والمخلص إنه ينقل جسد والدته إلى السماء هذا العيد أبنائي اللي بنحتفل فيه برقاد وانتقال أمنى الفائقة القداسة بحب أعايد كل أبنائنا المؤمنين كل أبناء الوطن والكنيسة وكل في كل أرجاء العالم أتمنى لهم عيد مبارك مريء بالنعمة والقداسة في حياتنا في أسرنا وفي مجتمعاتنا قديش نحن محتاجين إنه نبرز أمنى الفائقة القداسة كقدوة في حياتنا قدوة لأولادنا في زمن اللي تحطمت في القدوة وأولادنا بيبحثوا عن قدوة لإلهم في الحياة خلينا نبرز لهم أمنى الفائقة القداسة نبرز تواضعها محبتها وكل الفضائل اللي موجودة فيها لأنه ما بفتكر فيه فضيلة إلا وموجودة بوالدة الإله وبحب بهاي المناسبة أوجه رسالة كمان لأبنائي وأحكي لكم أبنائي تذكروا أمنا وأمكم العذرة قديش كانت تتزين بالحشمة بالخشوع بالورع هاي الحشمة تنقص بناتنا وشبابنا في الأيام اللي نحن منعيشها رجاء وطلب من الكنيسة من خلال هاي الإذاعة المباركة من خلال هاتي التلفاز المبارك حتى أوجه رسالة ودعوة لأبنائنا بالحشمة في حياتنا في فكرنا وفي لباسنا وبالأخص لما منيجي على الكنائس بالمناسبات بشوف ظاهرة مش سليمة وبعيدة كل البعد عن الفكر المسيحي بترجاكم أبنائي لما تدخلوا على الكنيسة القديس باسيليوس الكبير بحكي هاي بقعة من السماء ونحن مندخلها بطريقة ما فيها حشمة ولا فيها ما يليق بمسكن الله عشان هيك بطلب منكم دعاء ورجاء بأمنا الفائقة القداسة انه تنتبهوا لهذا الشي نحن بأيام صعبة وقديش نحن محتاجين لتوبة بحياتنا وقديش محتاجين لطاعة لوصايا وربنا حتى يحمي كنيستنا وطننا وعائلاتنا وبيوتنا توبة أبنائي وحشمة وحياة طليق بمسيحيتنا اللي هي مليئة بالقداسة والنعمة والبركة كل سنة وانتوا سلمين نعمة ربنا تكون معكم وهي تعطيكم كل نعمة بركة لأنه هو فقط ينبوع العطايا والنعم والبركات العذرة تحميكم كل سنة وانتوا سلمين